صباح الخير يا بابا الملك صباح الخير يا أميرة الأميرات يا جميلة الجميلات يا حبيبة بابا الملك بابا مش أنا جبرت شوية أيوة يا حبيبتي يعني المفروض قتل بالحصان الكبير مش الحصان الصغير الحصان الكبير ده عايز تدريب كتير وبعدين أنت برضو لسه صغيرة مش هينفع تركبيه دلوقتي أما تجبر شوية كمان وتتعلمي صح أرجوك يا بابا أنا أخلي الحرس يعلمني لا مش هينفع دلوقتي أنت عارفة أن أنت بنت الوحيدة وأنا بخاف عليك يحصل لك أي شر مش هيحصل حاجة يا بابا ما تخافش علي قوي كده وبعدين حضرتك مش بتحب أن أنا أخرج برا القصر كتير وأنا زهقت عايز أشوف الدنيا واشوف الناس أميرة سيلين اسمعي الكلام أنت عارفة أن احنا لنا أعداء كتير من المملكات المجورة لنا أنا بخاف يحصل لك أي حاجة أو حد يخطفك لا طبعا يا باب محدش هيخطفني حضرتك اللي بتخاف علي زيادة قوي عشان أنت بنت الوحيدة وأنا بحبك طيب أرجوك يا بابا ممكن تسمي أنت بالحسان الكبير حتى لو مرة واحدة نجرب بس حاضر يا حبيبتي أنا هخلي الحارس يعلمك شكرا يا بابا الملك عنيدة قوي الأميرة سيلين بس أنا بخاف عليك يا بنتي يا سمين يا سمين أنت لسه نايمة قومي يلا أنا هروح أبيع شوية الخضار فلوس إنما أنا ستة كبيرة ممكن يدوني وممكن لا يلا خلينا نبتدي اليوم من أوله حاضر ساعدوني أنا فقيرة ومسكينة حد يساعدني محتاجة فلوس عايزة آكل مامتي وبابايا ماتوا سابوني الخضار الخضار الطازة وريني الخضار اللي معاكي معاكي خضار طازة أيوة يا باشا معايا كل حاجة وممكن بقى لما تشتري الخضار تساعدني بقرشين بصرف على بنتي العيانة دي بتاخد علاج كتير مسكينة خد الفلوس دي عشان تعالجي بنتك شكرا يا باشا ربنا يخليك اتفضل الخضار إزايك يا ماما؟ أهلا يا حبيبتي دخل علي بإيدك فاضية ليه كده فين الفلوس؟ ومستعجلة ليه كده خد الفلوس أهي هما دول بس أوى يا بنتي تكوني بخبية فلوس كده ولا كده هو حد يقر في خب منك حاجة؟ لا هي دي كل الفلوس اللي جمعتها النهاردة ماشي يلا باعملين حاجة ناكلها عشان أنا جعانة قوي يا حيس أوامرك مولاة الأميرة طلع الحسان الكبير عشان عايزة أركابه وتعلم عليه ماينفعش يا مولاة الأميرة انت لسه صغيرة هطلع لك الحسان الصغير أنا مش عايز أنت بالحسان الصغير أنا خلفك برد وبعدين أنا استأذنت من بابا الملك هقالي أن الحارس هيعلمني طلع لي الحسان واعلمني يا حارس أركب إزاي حاضر يا مولاة الأميرة أنا هخرج بره الأسر أتماشى بالحسان شوية لا يا سمو الأميرة ماينفعش تخرج بيه بره الأسر الحسان ده شرس وبيجرب سرعة ولا شرس ولا حاجة ما هو وقف كويس ها فأنت اللي مش فهم حاجة يا حارس يلا اركب الحسان بتاعك وتعال معايا يا مولاة الأميرة ماينفعش تخرج بيه بره الأسر أنا هستأذن من مولاي الملك بنفسي يوه قلت لك أنا استأذنت من بابا الملك أرجوك يا مولاة الأميرة انتظريني هنا وأنا هستأذن من الملك عشان ما يحصلش أي مشكلة أرجوك يا مولاة الأميرة ما أقول يبقى الحسان الشرس جري ما سمعتش كلامي مولاة الأميرة مولادي يا دي المصيب أقول إيه للملك دلوقتي أقول إيه للملك أنا لازم أبلغ الملك والحراس كلهم يدوروا عليها مصيبة مصيبة يا مولاة الملك الأميرة سلين صممت تركب الحسان عنتر شرس ويجري بيها أنت بتقول يا حارس بنتي بنت الأميرة سلين كل حراس الأسر يطلعوا يدوروا عليها فورا وأنا هدور عليها بدفسي بنتي إيه ده السوت اللي أنا سمعته ده أنا سمعت حد بيصرح يا ماما تعالي بسرعة نشوف فيه إيه مين دي؟ إيه اللي أنا شايفها ده؟ مين دي يا ماما؟ دي شبهي قوي دي شبهي؟ أنت لو مش واقفة قدامي كنت قلت أن هي أنت فهالي ندخلها جوه نشوف إيه حكاياتها ونحاول نفوقها يا بنتي أنت يا بنتي دي مش بتفوق خالص فأنا هجيب إزازة ميا وفوقها ياه أنت شبهي قوي بنت أنت لبسة لبسة حلو ممكن تكوني بنت ناس أغنية وعيشة عيشة أحسن مني ياربني كنت مكانك وإنت مكاني عشان نلبس اللبس الحلوة ده أنا فين؟ أنا مين؟ الحمد لله أنك فوقتي أنت مين؟ إحنا سمعناك بتصرخي طلعنا نشوف فيه إيه لقناك وقع على الأرض مغمى عليك جبناك وفوقناك قولنا بقى أنت مين؟ أنا مش فاكرة حاجة خالص إيه ده؟ أنت فقدت الذاكرة ولا إيه؟ حاولي تفتجري وبعدين أنت شايفة أنت شبهي إزاي؟ أنت مين؟ أنت فعلا شبهي قوي مش ممكن معقول نفس الشبه ده؟ طب أنا مين؟ إحنا مش عارفين بس أنت باين على لبسك أنك بنت ناس أغنية قوي بنت ناس أغنية؟ طب هم مين؟ والله مش عارفين أكيد أهلك هيدوروا عليك ويوصلوا لك بس أنت تقريبا كنت راكب حصار لأن كان في حصان بيجرب سرعة جدا لوحده وانت وقع على الأرض حصان أنا كنت راكب حصان أنا تعبان أنا عايز أنام ممكن تسيبوني؟ حاضر هنسيبك وبعد كده نبقى ندور على أهلك نشوف أهلك مين؟ بنت يا ياسمين البنت دي باين عليها بنت ناس أغنية قوي ممكن تكون بنت وزير ولا أمير شايفة لبسها حلوة إزاي ولا حد غني من المدينة أيوة فعلا باين على لبسها حلوة قوي أنا عايزة اللبس ده ممكن تديها أي حاجة قديمة تلبسها وأنا أخذ اللبس بتاعها هابلة وبتفكري في اللبس أنا بفكر في حاجة تانية ده أنت نفس الشبه إحنا ممكن ندور على أهلها وعالتها والبنت كده ولا كده فقدة زاكرة مكانها إيه اللي انت بتقوليه ده انت عايزاني أروح أعيش مكانها في بيتها ما أكيد باباها ومامتها هيكشفوني ولا هيكشفوكي ولا حاجة إحنا هندور على أهل البنت دي ونعرف هم مين وبعد شهر ولا تنين تروحي تعيشي معاهم هقولي أن أنا لقيتك وكنت فقدة زاكرة وما زاكرة رجعتلي عرفت أنت مين ورجعتك وهم أكيد مش هياخدوا بالهم من أي فرق ولو إني مش شايفة فرق دي شبهك جدا لأن هم هيبقوا فرحانين برجوعك ومش مهمة عندهم أي حاجة تفتكري فعلا مش هيكشفوني أما لو حصل كده هعيش حياة الأغنية هبقى واحدة تانية طب ولو البنت دي فائت وعرفت هي مين ورجعت ترجع إزاي أنا مش ممكن أسيبها ترجع أبدا دي فقدة زاكرة وممكن ما ترجع لهاش تاني أنا هرسم الخطة كويس وبعد كده أقولك هنعمل إيه بس الأول نعرف بنت مين دي للأسف يا مولايا الملك الأميرة اختفت وملهاش أي أثر ولقينا الحصان في الغابة عند الجبل يعني إيه بنت ضاعت في الغابة ممكن دكون الحيوانات المفترسة مش ممكن مش ممكن لازم تدوروا عليها بكل مكان دوروا بيت بيت كل بيوت المدينة ممكن يكون حد لقاها وأختها أوامرك يا مولايا الملك على جميع الحراس البحث عن الأميرة في كل بيوت المدينة فلاص بقيت كويس أنا لازم أمشي تمشي؟ تمشي إزاي؟ أنت لسه تعبانة وبعدين الوقت تأخر أنا معرفش أنتم مين ولازم أمشي من هنا مش هتمشي غير لما نعرف أنتم مين لا أنا لازم أمشي يعني لازم أمشي طبعا طبعا يا حبيبتي ما أنت أكيد هتمشي طيب تعالي معايا بقى مما وصلت عشان أنت مسكينة مش عارفة الطريق إزاي تروح المدينة؟ ادخلي هأدخل فين؟ سيبوني أنا معرف قمش أنت بتعملوا معايا كده ليه؟ تبوني أنت هتفضلي عايشة هنا لحد ما نعرف بها أنت مين؟ يلا يا سمين كده بقى مش هتقدر تخرج خالص يا طرق أنا مين؟ وبنت مين؟ أحنا بنبحث عن الأميرة سيلين بنت الملك اختفت من الصبح وبندور عليها كانت رجبة الحصان وجري بيها في الغابة وبعد كده اختفت وما نعرفش عنها حاجة الأميرة سيلين لا لا ما شوف نهاش ما نعرفش عنها حاجة إن شاء الله تلاقوها ياسمين أنت عارفة البنت دي طلعت مين؟ مين يا ماما؟ الأميرة سيلين بنت الملك إيه؟ هي دي المصيبة هنروح في دهية ازدهاي احنا لازم ننجعها وهم بقى يعالجوها بقى ولا يرجعولها الزاكرة بتاعتها ميناش دعوة انت مجنونة ولا ايه؟ ده كويس إنها هي فقدة الزاكرة وشبهك بالضبط انت هتلبسي نفس لبسها وهعملك تسريحة شعرها وهوصلك القصر وكأن انت هي لا يا أنا مش ممكن نعمل حاجة زي كده انت عارفة لو اتكشفنا هيحصل لنا ايه؟ ولا هنتكشف ولا حاجة وشهر ولا اتنين ونبقى نهرب من القصر انت هتروح القصر وكأنك الأميرة سيلين وتطلب إن أنا أكوني المساعدة بتاعتك الشخصية وأنا هبقى جنبك ومش هسيبك أبدا طيب والأميرة سيلين هنعمل فيها ايه؟ ولا حاجة هنسيبها هنا وكل يوم هبقى جي أتطمن عليها واسب لها أكل عشان مسكينة حرام لازم تاكل برضو بصراحة يا ماما انت طيبة قوي قد ترخيرك إنك هتأكليها المهم دلوقت يلا حفظك بقى هتعملي ايه؟ عشان ما تنسيش حاجة وكمان لازم تكوني فقدة الذاكرة يعني لما تروحي كأنك مش فاكرة أي حاجة لأن انت مش عارفة حاجة في القصر ماشي يا ماما طول ما انت فقدة الذاكرة هتتعلمي كل حاجة هتعرفي مين الملك ومين الخدمين والقوض وكل حاجة ياسمين بنت يا ياسمين يلا عشان ننفذ الخطة يلا أنا خايفة قوي يا ماما ما تخافيش بقى ما أنا هبقى جنبك يلا عشان نعملك نفس التسريحة شعرها ونفس اللبس اللي لابساها ايه رأيك بقى كده يا بنت الايه ده انت نسخة منها شبهها بالزبط يلا بين طب هنقولهم ايه ما قلتلك هنقولهم ان انت فقدة الذاكرة وجيت تخبطي علي كنت عشانة وعايزة شوية اتمين وانا بقى عرفت ان انت الاميرة سيلين وجيت معاك عشان نوصلك القصر يلا تعالي ايه ده سموه الاميرة سيلين سموه الاميرة سيلين شايف يا ماما اول ما شافوني قالوا ايه طيب يا بنتي دي حاجة كويسها اول تعالي ورايا وما تخفيش احنا دورنا عليك في كل مكان يا سموه الاميرة كنت فيه الملك حزين جدا انا الاميرة سيلين انت مين مش عارفان يا سموه الاميرة انا الحارس ازاي انا اميرة ايوة يا سموه الاميرة انت الاميرة سيلين هو فيه ايه انا مش فاهم حاجة ما لش عذرها اصلها يعيني فقدت الذاكرة من بعد ما وقت من على الحصان ايه يا خبر اني قابل مولايا الملك اتفضلي في القصر يا سموه الاميرة مولايا الملك سموه الاميرة سيلين رجعت ايه بنتي الاميرة سيلين هي فين يا حبيبتي يا بنتي حمد الله على سلامتك الحمد لله ان انت رجعتيلي حمد الله على سلامتك نورت القصر يا سموه الاميرة انا مش فاكرة حاجة خالص ايه يعني ايه مش فاكرة حاجة خالص معلش يا مولايا الملك انا لما لقيتها وفاقت كانت بتقولي انا مش فاكرة انا مين عليها شوية لحد ما تفتكر أكيد وقعت من على الحصان واقع جندا يا حبيبتي يا بنتي ما سمعتش كلامي قلتلك بلاش تركاب الحصان الكبير اركاب الصغير أنا بحاول افتكر ومش فاكرة حاجة أنا معرفش انتم مين أنا همشي من هنا يلا خديني معاك وخلينا نمشي إزاي تمشي بس يا ثمو الأميرة ده القصر بتاعك ودي المملكة بتاعتك مش فاكراني فأنا الخادمة بتاعتك وصيفة معلش يا بنتي أنت أكيد هتفتكري كل حاجة مع الوقت أستأذن أنا بقى يا مولايا الملك أنت لازم تغضي مكافأة عشان رجعتيني الأميرة سيلين تاني ولا مكافأة ولا حاجة كفاية رضاك علينا لا لا أنا مش عايزها تمشي وتسيبني أنت لازم تعودي هنا معايا وتبقي المساعدة بتاعتي يعني أنت مش عايزاني ياسموه الأميرة سيلين أنا وصيفة أنا مش فاكراك أنا مش فاكرا جرسة دي ما تزعلش يا وصيفة هي أكيد هتفتكر خلاص خلاص خليكي بقى أنت معاها طالما هي عايزك أنت اسمك إيه أنا اسمي أحلام خلاصي أحلام من دلوقتي هتبقي أنت المساعدة بتاعت سموه الأميرة ودلوقتي بقى لازم الكل يستعد هنعمل حفلة كبيرة بمناسبة رجوع الأميرة حفلة؟ يعني ناس كتير هتحضر والناس كلها هتشوفها أيوة المملكة كلها لازم تحتفل طيب ما تأجل الحفلة دي يا مولايا الملك لحد ما هي تخف والذكرة ترجع لها عشان تبقى فاكرة كل الناس اللي حواليها لا لازم المملكة كلها تحتفل يعني أنا أميرة وبندك يا مولايا الملك أنا مش مصدقة نفسي معقولي بس أنا مش فاكرة حاجة أنا حسن نتعبانة ممكن أطلع قطي بس أنا مش هرفة قطي فين ممكن توصلوني اطلعي معاهم يا وصيفة وصليهم القوضة بتاعتها وشوفي كل طلباتهم فأوامرك يا مولايا الملك فاتفضلوا معايا أقيم الزينة في كل مكان احتفالا برجوع الأميرة اتفضلي دخلي دي غرفتك يا سمو الأميرة إيه ده القوضة الحلوة دي بتاعتي أنا مش معقول أمش مصدقة نفسي أيوة دي غرفتك وفيها كل حاجة خلطة بيكي أكيد لما تشوفي كل حاجة هتفتكري أيوة طبعا أكيد هتفتكر طيب بما إن أنت هتبقي المساعدة بتاعتها لازم تغيري لبسك ده مش هينفع تعودي في القصر بالمنظر اللي انت فيه ده أيوة طبعا ما أنا لازم تحضرولي لبس جديد مش معقول هعود كده طيب أنا هنزل أحضرلك اللبس وانزلي خديه شايفة يا ماما معقول هي إيه ده بتقول لها يا ماما هو أنا سمعت غلط ولا إيه الجايز يكون عشان هي قعدت معاها يومين اتعودت عليها وبتقول لها يا ماما